ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 نحنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نحنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نحنقر 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 اوكي. وببتدي ارسم الشبكة بتاعتي. باجي هنا وبقول له. دلوقتي انا عندي جديدة اللي اسمها تمام كده. السطح اللي انا هرتبط بيه اللي هو سطح الطب بتاع الطريق اللي اسمه رود. اه الكتابات انا مش عايز اخزر الكتابات. وفي نفس الوقت الشبكة عايز تسميها ايه? انا هسميها مثلا نتورك الف واحد. نتورك الف واحد. وبقول له اوكي. بيزهر لي بقى الويندو دي. دي الويندو اللي هي ايه? نتورك اللي ايه? او التولز. نفس فكرة مين? الالايمند والبروفايل وما لزلك دي برضو ايه? بار ظهر معي. هو بيقول لي انت اللي انت شغل بيها اسمها تمام كده. والسرفس سطح اللي انت المرتبط بيه اللي هو رود واحد. وهنا بتختار نوع المنهول اللي انت هتشتغل به. حلو كده. طبعا المنهول كل عنصر من العرص بتاع رسمه اه بتاع سوري الشبكات ممكن تعدله في اي وقت بعد كده ما فيش اي مشكلة. فانا هنا بختار مسلا انا عايز طبعا عندك كزا حاجة بيختار لك منهم. الحالة دي اخترت هنا. والبيب بتاعتي انا هشتغل ببيب مسلا ستة مية. حلو كده هشتغل ببيب ستة مية. تمام? طيب. الفكرة كلها في عندنا هنا اوبشن بيقول لك تجول اوبستريم دونستريم. هل انت هتبتدي من اول الشبكة يبقى انت بدأ من العالي ورايح ناحية الواطي? ولا هتبتدي من الواطي ورايح للعالي. ففي الحالة دي انت بدأ من العالي ورايح للواطي. زي ما تشوفين السهم يازل لتحت. لو عكسته يبقى السهم يطلع ايه? السهم يطلع لفوق. حلو كده. ففي العالي دي لأ انا ببتدي من اعلى نقطة في الشبكة. وببتدي اروح لقال نقطة موجودة معاية في الشبكة. طيب. هنا انا هرسم. آآ بسم الله الرحيم. وهنا عشان تقريبا احنا عاملين بي في زي وبتاع ما تجيبوش مع بعض تقريبا. طيب نتورك. طيب نضيف معلش. نضيف هنا تاني اللي هي الكونكريت بايب. هلو كده ونحط فيها ستمية. بسم الله ستمية وبقول له اوكي اوكي. تمام? وباجي هنا في الشبكة اللي انا عملتها هدي. طيب الفاعل عملت شبكة سميتها الف ومية. طيب نيتورك اللي هي الف ومية بقول له سيليكت. تمام? ايدت سوري ايدت وباختار له من هنا اقول له انا عايز. اختار مين? اختار الكونكريت اللي هو ده. وده. هو اقفلها ليه ممكن عشان ان نحفظ الملف او حاجة. اقول له ايه? ايه? لك ما عايزش نقفل الملف نحفظو. ونقفلو. ونرجع نفتح تاني. استورم نيتورك اللي هو ده. بسم الله رحيم. اه كده تفعل. تمام? كيبان انا هاختار الكونكريت سيليندر بتاعي. وهاختار من هنا البايب بتاعتي. على حسب الستمية سواء. هنا تدي ستمية بي في سي او ممكن تعمل ستمية مين? ستمية كونكريت اللي موجودة هنا. فان اخد ستمية بي في سي مسلا. تمام كده? وهنا بيقول لي هلا انت عايز ترسم بايب وستراكشور? يعني ايه بايب وستراكشور? يعني انا درتي هتدي له مسلا تلاتة كليكس على الرسمة. هيبتدي الاول استراكشور وبعدين عند كل كليك هتدي له هيحط استراكشور ويوصل ما بينهم بايب. اول انا عايز ارسم بايب بس او ارسم استراكشور بس. في الحالة دي انا هرسم بايب اند استراكشور تمام? مجرد ما بضغط هنا اول نقطة على سبيل المسال في النقطة. هنا كده زي ما نشايفين هو رسم لي اللوانهول بتاعي بشكل الدايرة دي. ومعي لايه? شكل المصورة بيبتدي معي هنا. حل? فانا مسلا مسافة طويلة كده في الاول. احط مسورة مسلا هنا. تمام? طبعا انت الحطب هنا على طبعا ايه? انت الشبكة بتاعتك كامل السنتر لاين او كامل اتج الطريق وما الى ذلك. على حسب المواصفات ايه? المواصفات بتاعتك. حلو? فانا هاوردو هعمل بايب تانية هنا. ماشي وهعمل واحدة اخيرة في الحدة دي كده وبقول له انتر. يبقى كده هو عمال لي الشبكة الشبكة بتاعتي دي. حلو? عبارة عن ايه? حاجة هنا في القائمة البروسبيكتور. هتلاقي اللي هي واحد ديرو ديرو واحد. يضغط عليها هنا بيقول لك والله انت عندك وعندك. هنا بيبتلي بيقول لك هل عندك انت حاجة ولا لأ? لو انا جينا في السهم جدا وجينا على الشمال. قال لك والله لا انت علامة صحي دي معناها ان الامور عندك تمام في اللي انت عملها جاية زي تمام ما فيش اي مشكلة. نفس الشيء في لو انا جيت على الشمال هنا. زي ما شايفين علامات الصحي دي كلها اوكي. طيب. دلوقتي يعني المصورة دي كده. اي اي مصورة اي انت بتختارها بيجيب لك بتاعي موجودة فيه وفي نفس الوقت عندك بتضغط عليها بيجيب لك بقى تفاصيل دي عبارة عن ايه. حل? انت مفوض ايه من واحدة تمانية فهو قال لك والله انت السلوب بتاعك ما عملش هنا. نفس الشيء لو انا نجريها في التفاصيل بتاعت نفسها نلاقي هنا بيقول لك كام? كام كده? يعني المنسب في البداية كام والنهاية كام? والاحداثات في النهاية كام والبداية كام? تمام كده? والستارت اه نقطة ايه نقطة بتاعها. احنا عايزين في البداية والنهاية ومجموعة التفاصيل كثيرة وما الى زلك. طيب لو احنا حبينا على سبيل المسال انا هغير بتاع حاجة من الموجودين هنا. مجرد ما انت بتغير هنا بيتغير في الشبكة بشكل عام. يعني هنا عامل ستمائة واربعين هاخلي ستمائة وتلاتين وبقول له ابلاي وبقول له اوكي. كده غير لي في منسوب مين البايب. ولكن لو بص هنا هنا زي ما انتم شايفين زهرت معي علامة حمرة هنا. علامة حمرة معنى زلك ان في ايه? ان في حاجة هنا. لو انا وقفت عليها حتى كده بقول لي والله هنا دي بقى اقصى ميل في المسورة بتاعتك. تم انتهاكو يعني زي ما بيسموها. فلو اعنا بص هنا في الرولز اهو زي ما شايفين. انت عندك هنا المفروض اقصى حاجة تمانية. بس التال فعلي دلوقتي تمانية بوينت زيرو اتنين. فانت كده ايه? الرول بتاعتك ايه بوز. ونفس الوقت برضو المكسموم كفر. انت المفروض اقصى حاجة خمسة دلوقتي لا اقصى حاجة حاجة عندك كام? ستة متر وكام وسبعة سنتي. فانت اما تعدل يدوي اما بترجع ايه? مسلا احنا هناك ستتمائة واربعين مسلا على سبيل ستتمائة اربعة وثلاثين وبقول له apply. بنيجي في الرولز عن ايه الامور ماشية تمام اوكي? خلاص بالنسبة لي الامور ايه? الامور تمام. حلو. دي كده اللي انا عملت مين? عملت الشبكة. ونفس الشيء برضو مجرد ما انت بتضغط عليه? بيجيب لك هنا بتاعتك. وبيجيب لك والله يقول لك التفاصيله ايه? نفس الوقت البارت بتاعته. يعني بيبقى ليه اتنين بارت. في المسهورة دخل عليه ومسهورة خارجة ايه? ومسهورة خارجة منه. هو بيجيدي لك المفهود ان واؤت. ارقمهم كم? الكنيكشنز اه. يقول لك والله انت عندك الهي البيب تمانية. طبعا دي عشان فيه مسهورة بس انا اخترت اوه المنهول. فيه مسهورة واحدة بس اوه. قال لي والله البيب بتاعتك اللي داخل عليك دي. الانفرت بتاعها كام? الانفرت الفيشن. اه دي. فيه واحدة مفهود اعلى والتانية. اه انا نزلت عشان نزلتها بشكل يدوي. ما زبطش دولاتي الرولز. مفهود نعمل الرولز تاني. طيب. المفهود يكون اعلى من البيب اوت. يعني البيب اللي دخل اعلى من البيب اللي طالع. ولكن عشان انا دخلت بواحدة بشكل يدوي. الدانية ما تزبطتش. فلازم بعمل هنا اختار الشبكة اللي انا عايزة. بقول له موديفاي وبقول له ابلاي رولز. تمام كده? ماجي? مجرد ما بشوف برضو تفاصيل بتاعته تعدل اتولى لسه. المفهود نتخطر الشبكة بتكامل. اه دي الشبكة بتاعتي بقول له سليكت. بقول له اول واحد لحد اخر واحد اللي هو ده. هو اختر الشبكة بتكامل بقول له اوكي. نبتدي نشوف المنهل ده. اعدل للمنسيب بتاعته ولا لسه? بسم الله الرحمن الرحيم. او زي ما نشايفين اعدل ايه? الرقم من انا تغيرته 634 اللي عدلته ادوي. هو اغيرهني خلوه 634 57. هو اعمال للمنسوب الداخل هو نفس المنسوب ايه? المنسوب الخارج. لان انا مش عامله drop ما بين المين? ما بين الان والاوت. ممكن تعمل انت drop ما بين الان والاوت لو انا على سبيل المنسيب اللي عدلنا. في settings هنرجع بقى في structure وبنرجع في structure rule set اللي هي بتاعتي الشام دي. وبقول له هنا في حاجة اللي هو الايه? drop across structure وبقول له اوكي. انا عايز drop value كام? عايز 20 سنتي. هلو كده? وبقول له apply وبقول له اوكي. وبارجع تاني في ال property وبقول له select للنتورك بتاعتي وبقول له من البداية. وحتى النهاية. وبقول له enter نرجع انا نشوف المنهول اللي في النص ده. تمام? هو ده كده. هنلاقي او ما عامل ايش هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ما عملش الدروب. ما عملش الدروب دي اثناء العمل. او دروب في حيول ايه لو هو عايز يعمل في فرق منسوب يبقى من الى بيتوني minimum وماكسيموم. برضو هو ما بطلع هنا نفس المنسوب. ما فيش مشكلة. طيب. دي ايه ممكن ان نرجع لها تاني. ما فيش اي مشكلة يعني. في دلوقتي دي كده ما احنا عملنا الشوكة بتاعيدنا. الشوكة بتاعيد دي طبعا ممكن نستخرجها بشكل كامل. نقول طول بوكس. طريبا هنا فيه. البيبس. تمام كده. في عندي البيبس لو حطلع البيبس الوحدة. والبيب واليستركشور. بقول له اكسي كيوت. وبقول له اوكي. مشكلة مسلا. طبعا او ممكن يطلع بشكل كاد. او سري بشكل اكسل او بشكل مين. صفحة نت. او زي ما شايفين هنا بيقول لي والله البيب بتاعتك البيب رخم واحد. طبعا انا موهن لطلع لي كل الشبكات. انا اخترت كل الشبكات. انا اختار كل الشبكات انا اسف. لانا مش عايز كل الشبكات. انا شبكة واحدة. بسم الله. اكسي كيوت شيل كل الشبكات. في البيب نتورك انا عايز البيب بس ايه. البيب نتورك اللي انا عايزها دي. او قال لي البيب بدايتها كام ونهيتها كام. والسلوب اللي فيها كام. تمام كده? والطول سنائي الابعاد كام وسلاسي الابعاد. اصري اللي هو الهدج دو اتش. سنتر 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 و اتش دو اتش. يعني منسوب من السنتر للسنتر ومن الهدج للهدج. عرضي لك التفاصيل بتاعته. طبعا عرضت لك النقعة هي هنا. ونفس الوقت الستركشنر نفسه. بيدي لك الهدج بتاعته. ويدي لك الريم ده اللي هو منصوب التوب بتاعك. والسطور اللي هو منصوب الداخلي بتاعك. يعني لو رجعنا للمناهلي. مش هدد الشكل هنا كده. الريم خارجة ايه? بايب تمانية وبايب تسعة وبايب تسعة وبايب عشرة وهكذا. بيبقى ادي لك معلومة البيب ويدي لك مين التفاصيل. بكي اطلع لك تفاصيل للشبكة بشكل عام للشغل بتاعك. اه طبعا الشبكة نفسها ممكن بدي بالضفعة للا اسموه دون. اسموه رحمة رحيم. لو عايز تضفها زي ما حاملنا كده احنا مسلا هنا ضيفينها المين السطح المين السطح الكوريدور سوري البروفيل اللي موجود انا هنالغي ايها مسلا الشبكة اللي موجودة دي. هقفل. هقفل الشبكة دي بسم الله رحمة رحيم البروفيلز نتوركس. انا انا فعلت الشبكة اللي موجودة دي وهبتدي ادخل الشبكة بتاعتي دي في الرسم. كل ما هناك اللي انت بتختار الشبكة بتاعتك اللي هي بايب نتورك بتقول له سيلكت تمام? اختارها لي بيديتي لك اوبشن فو هنا بيقولك درو بارتس ان بروفايل فيو. يعني في بروفايل فيو انا عايز اه ارسم في الشبكة بتاعتي مجرد ما بتختار البروفايل فيو بتظهر معاك الشبكة على مين? على البروفايل فيو مباشرة. حلو كده. طبعا انا تلاقيه هنا الشبكة مش متصلة بمين بسطح الطوب مباشرة هنا. ليه? لان السطح الطوب ده على في حين ان لنا المنهول بتاعي ده مش على زي ما تشايفين المنهول بتاعي بعيدة عن السنتر فبالتالي في نسبة ميل يمين ونسبة ميل جمال. فممكن يكون على البروفايل هنا الشكل انها مش ملاصق ولكن هو فعليا ملاصق بناء على السطح الطوب بتاعك. ولو لو الشبكة على السنتر لاين بالزبط هتلاقيه الامور ماشية تماما ولكن مش على السنتر لاين هتلاقيها بعيدة كده شوية. طبعا كل الشبكة اه الشكل بتاعها ده ممكن تغيره زي ما انت عاوز الكتابات الزهرة زي ما انت عاوزه وعملية الكتابات هنا سهلة جدا انت بتضغط على البروفايل سويا للشبكة نفسها. وتقول له اد ليبلز. فبيقول لك ان انت عايز انتير بلان يعني جيب لك للشبكة بالكامل على الرسمة او انتير بروفايل. فالانتير بروفايل دي يعني هزهر لك كل الكتابات لكل البيانات اللي موجودة دي على الرسمة على صورة على البروفايل. فانا اقول له والله هنا عايز اانتير البروفايل. زي ما انت شافين ازهر لي بتاعي هنا ايه قال لي الستراكشور رقمه كام طبعا الستشن وقفت هنا اعمل هاي العلامة تستفهم لان انا مش ربطه بايه مش ربطه بمصار موجود معاين في الرسمة وهنا الريم اللي هو منصوب الغطاء السن ليفل اللي هو منصوب القاع والإيستينج والنورسينج والإنفيرتين كام الانفيرسوري آوت هنا المنهول اللي بعته والتفاصيل بتاعته ونفس الشيء البيب نفسها طولها كام التفاصيل بتاعتها ايه والسلوب بتاعها كام وطبعا كنت في دروس التفاصيل حاسب كميات بتاعتها المبدئية بتطلع كيف حلو كده طبعا ان شاء الله ترجعوا دروس التفاصيل على القناة بتداء من الدرسة 40 لحد الدرس 53 13 درس فيهم تفاصيل كتير جدا انت نفعكم ان شاء الله يبا كده احنا عملنا شبكة وعملنا الشغل بتاعه زي ما احنا شايفين كده وعملنا ايه وعملنا الكتابات بتاعتها وازهرناها هنا اخر حاجة نحب نذكرها في حيث لو انا عندي كذا شبكة وعايز اعمل تداخل ما بينهم طبعا هو السيفل حلو ان هو بيعمل تداخل وبيجيب لك التفاصيل بتاعت التداخل وكل شيء ولكن مشكلة السيفل ان هو بيجيب لك التداخل في الشبكات ما بين شبكتين بس يعني بيقارن لك ما بين شبكتين حالة لو انت عندك اكثر من شبكة على سبيل مثال خمس شبكات ما ينفعش يجيب لك الخمس شبكات مع بعض بيجيب لك كل شبكتين فقط مع بعض والتفاصيل التقاطع ما بينهم ايه اما طبعا في النافسوركس بيجيب لك تقرير بكل الشبكات ولكن هنخلينا احنا في السيفل دلوقتي فانا عايز اعمل تقرير ما بين مثلا على سبيل المثال انا عندي الشبكة اللي هي اللي هي احمر دي والشبكة اللي هي بتاعتي الاساسية اللي انا عملها دلوقتي فالشبكة اللي هي احمر دي اللي انت ضغطت عليها اسمها بابناتورك اتنين فبنيجي نعمل هنا حاجة اسمها الانترفيرنس تشيك هولو create فبيقول لي اختار انصر من الشبكة الاولى الشبكة بتاعتي دي وانصر من الشبكة التانية اللي هي الشبكة دي لوني زادت انت ممكن ترجع تاني تختارهم من هنا مفيش مشكلة البرنابج بيقول خلاص انا عاملهاanken وحسمه لك بالمسمة بتاعه مثلا هسميه واحد اول واحد تمام كده ما بين الشبكة بتاعتي اللي هي الف المية والشبكة اللي اسمها اتنين اللي هي الشبكة اللي هي الحمرة دي تمام في حالة لو انت على سبيل المثال هو في العادي هاشوف التدخل المباشر انت ممكن بتعمل لا طول والله مش البيب نفسها لو انا عايز كمان نقطاق او محيط حوالين البيب نفسها ما يكونش فيه تدخل يعني ايه على سبيل المثال لو انا عندي البيب بتاعتي قطرها 0.6 ولكن انا عايز حوالين البيب بتاعتي دي لو انا السنتر كده بقطر اه اه اتنين متر حوالين منها كده ما يكونش فيه اي تدخل شبكات تانية يعني لو فيه شبكة معدية كده مثلا يقول ان فيه تداخل رغم ان المصورتين بعيلة عن بعض يعني دي كده المصورة بتاعت مين المصورة التانية اللي فوق مني هي بعيلة تماما عن البيب بتاعتي ولكن في النطاق او في الحيز بتاعي والحيز ده مثلا حيز حماية فبالتالي هيجيب لك يقول لك والله فيه هنا تداخل تمام كده في بداية اسمه 3D Proximated A Proximated Check اللي احنا بصينا عليه اللي هو دلوقتي ده بسم الله الرحمن الرحيم نجيب الشبكة الاولى هادي الشبكة الاولى وهادي الشبكة ايه الشبكة التانية اللي هو 3D Proximated Check والتفاصيل بتاعته هنا بيقول لك على حسب ال Distance كام حوالين منك مثلا في الحالة دي بتقول له مثلا متر او نصف متر وبيجيب لك المعايير بتاعته عندك تداخل واحد موجود فين في الشبكة بتاعتك وبتقول له اوكي تمام مجرد ما انت بتعلم عليه ادي ال Transference Check بتاعك وبتقول له select حلو وبتقول له ورهولي بشكل مين بسم الله الرحمن الرحيم select ورح فين تداخل بسم الله الرحمن الرحيم وتداخل لو احنا بصينا على الشبكتين حتى نفسهم انا هعمل الشبكة دي وقول له select والشبكة دي وقول له select وقول له object viewer زي ما انتشافين انا عندي ايه عندي ده تداخل في الشبكتين لو انا بصيت كده ايه عندي البيب بتاعتي دي البيب دي دخلت في في الكافر بتاع مين سارف في ال structure بتاع بتاع الشبكة التانية عندي تداخل في المنطقة ايه في المنطقة دي حلو اللي هو تداخل عن ليه هنا زي ما انتشافين اللي هو ده ده كده شكل التتاقل اللي انا بصيت حتى عليه شكل سلاسي ابعاد اهو ده كده جزء المتداخل ما بين مين ما بين الشبكتين. انا خدت حتى المنصورة دي. هاخد المنصورة دي والشكل ده. اهو. هي المنطقة دي. حتى هو عملها لي جوه. ايه. زي ما شايفين كده ادي ايه الشكل بتاعي المتداخل هي المنطقة دي بس. المتداخلة مع بعضها. ففي الحالة دي انت بتعدل بقى بناء سواء انت بتحرك المنهور بتاعك ده شوية او بتعدل التكالية المنصورة بتاعتك لان ده هنا تدخل فطبعا لازم مين? لازم تعدل ايه? تعدل التفاصيل بتاعة بتاعتك. اما لو على سبيل المسال لو انا حبيت اعمل تاني. هلو كده. ما بين الشبكة الحمرة دي والشبكة الزرق دي. تمام? وبقول له اوكي. هو هنا شايف تدخلين تمام? ادي التدخلين بتوعي اهم. انا ادخلت بقى على ايه? المجموعة دي كده وبقول له. زي ما انت شايفين انا عندي تدخلين مصورتين ايه? مصورتين مختلفتين. حلو كده فساعة انت ممكن تعالي المصورة دي او تغطي المصورة دي ايا كان الحل الحل الفعلي او التصميمي بتاعك ايه بحيس انت دخل بتاعك ايه يروح. مجرد ما انت بتعمل التغيير بتاعك. يعني على سبيل المسال انا هغير المنهول ده. وبتدي مسلا نجيبه النحة التانية هنا كده. ماشي. وباجي ايه? زي ما عايز تعمل له افديت. يعني نكليكي مين عليها وبتقول له ايه? ريرن. تشيك. قال لك والله خلاص الامور بالنسبة للشبكة اللي هو سوري الانترفيز شكلة اولين اللي كان من الشبكة الاساسية بتاع ايه الشبكة الحمراء. بقى زيرو فاوند. خلاص مفيش مشكلة. اما التاني بقول له ريرن. قال لي لا لسه عندك تدخل لازم تصلحه. فساعتها مسلا فرضا على سبيل المسال. ببتدي اعدل مين? اعدل المنهول. بتاعي. بعمل تاني. رن. بيقول لي اوكي. انت تمام زي الفول وهنا. انا اسف. بقول له رن. بيقول لي اوكي. بك انا خلاص انا عندي الاتنين اوكي. ما فيش ايه? ما فيش اي مشكلة فيه. انا كده خلصت مين? خلصت التداخل اللي كان ما بين ايه? ما بين الشبكات. انا عارف او الشبكات موضوع الله كبير جدا. مسلا انا يعني سامحوني انا ما عرفتش اخطي في الدورة هنا ولكن هو موجود بالكامل. هستعزنكم نفتح بس اليوتيوب. اليوتيوب. بسم الله. لو ده استعزنكم تدخلوا على دورة برنامج 7 3D. اللي هو 71 درسة حتى الان هما. انت عندك هاي الشبكات بدعم الدرس رقم 40 ولحد الدرس رقم 53. درس 53 ده اللي هو ازاي تعمل pressure network. لان الpressure نتورك بفشل شوية عن عن الايه? عن اللي هو هو الجرافتي نتورك. كده اعتبر اغطينا بشكل سريع بس كده البيبات وعملنا اعملنا كده ديمو بسيط عنها. سامحونا ان حين ما طورناش فيها ولكن عشان بس اللي اللي حابب يسأل في حاجة تانية في برنامج السيفل بشكل عام لاني دي اخر محاضرة اللي عايزي يسأل في حاجة. فما كنتو قالين ان انتو على الاسموه ايه دوت? ال country kit. كنتو سألين عليها ال country kit. فدي ممكن نبدأ فيها على السنة ايه? كسؤال اللي اعتبر اول سؤال. نستاذي نكون في السنة في الشبكات. انا غالبا احنا نقفل برنامج خالص. تسمعوا عن ال country kit ولا لا? اللي يعرف عنها حاجة يقول لنا واحد اللي ما عارفش يقول zero. مش حد يعرف حاجة قول ليه? zero 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 بسم الله ما شاء الله. طيب. قلت جماعة دواتي ال country kit دي هي كل ما هنالك عبارة عن مواصفات بتبقى خاصة بدولة معينة او جهة معينة وبتتعمل المواصفات دي بشكل ملف جاهز بدلا ما احنا نعملها. بمعنى مثلا في اوكي دايما دايما انا بتكلم فيها وببعثها يعني. عندهم هناك مثلا ما عندهمش الاشت وعندهم سيستم تاني. يبقى عندهم كده كود تصميم مختلف. عندهم شكل معين للقطاعات. عندهم شكل معين للبروفيلات. شكل معين للالايمنتس وما الا زلك. فبدلا ما هما كل واحد يفتح برنامج السفر ويبتدي يعمل الاشكال دي بحيس يماثل الشكل اللي هما عايزينه. لا هما الناس جاهزوا عليهم ولو ما جاهزوا متعاملوش حاجة. ادي ملف جاهز. اشتغل عليه. والداتة بتاعتك كل الشغل بتاعك هيطلع مباشرة زي ما احنا عايزينه بدون اي تعب من ساعتك. حلو كده. وده كده ابسط شي. زائد ان هما عاملين ايه? مسلا هما عندهم في وزارة الليلة بتاعتهم مسلا يعني عندهم قطاع بشكل معين. اه حرط بشكل معين او بمواصفات معينة وما الى زلك. برضو بدل ما الناس تبتدي تعملها من جديد. لا هما مجهزينها مباشرة فين? في الــــــــــــــــــــــــــبتاح detMion بتاعت الدولة دي. احنا هنشوف الاول بنجيبهم ازاي? انت بتدخل هنا وتقول له انا اه هنا بتختار الدولة. سوري احنا اتشغالي دوقتي على اصدار 2021. ابتقول انا عايزها 2021. اه هو زي ما شايفين هنا في عندك اصدارات من 2012-13-14-15-16 هما الى ذلك لحد 2021. طبعا هو تتطوروا حديثا شوية كان الاول بيجيب لك بس بلف ويقول لك ايه المحتوى بتاع الملف اللي انت هتنزله ده. ولكن دلوقتي فياخد سنتين منزلينها بشكل كمان فيديو يعني مسلا على سبيل من سبيل نفتح الملف اللي هو موجود هنا ده. هو عبارة عن ملف بدي اف. هو انا مش مش شرح في نفسه ولكن عامل حاجة حلوة. منزل فيديو هين مختلفين بيشرح ايه جديد في اللي موجود. يعني فيه شكل فيديو بشكل فيديو كامل تعرف ايه التفاصيل اللي موجودة مين اللي موجودة جوه ولكن احنا هننزلها هو عبارة عن ملف زي ما تشايفينه كده بتنزله بيزهر في الاخر خالص عندك بالشكل كنترول جي اللي هو ايه ملف بتعمل له عادي اهم حاجة بستقافل البرنامج بتاعك زي ما انا افدت دلوقتي وهبتدي يعمل له مع بعض كده. تمام كده? ادي الملف هو بيشوف المساحة الكافية ولا لا? بقول له ايه اكسبت وانستول. تمام? وزي ما شايفين هاستغذينكم تبصوا على الشاشة هنا كده. اللي هيزهر في الحتة دي بالضبط. مكان الماوس. كده. يو كي طبعا. اهي. ونقول له فينش. زي ما انتم شايفين زهرت لي ايكونة جديدة تابعة السيفل هو بيقول لي سيفل تري دي الفين وواحد وعشرين. يو كي اي اي. لو يجناني تلكينجدوم عند ايرلندا اللي هي ايرلندا. تمام كده. طبعا في دول تانية غير غير دول. لو انت كده في الكنتري كت. كترول سي. كنترول في. نشوف كده مجموعة الدول اللي اللي عاملة كلام ده. والله انت عندك. استراليا واستيريا اللي هي النمسا وبلجيكا وبرازيل وتشيل وتشاينة. كل الدول دي عاملة مين? عاملة كنترول كده ومنزلها هم جاهزات. طبعا مش كلهم بنفس الجودة زي بعض. هم كلهم طبعا بتفاصيل ايه? بتفاصيل مختلفة. طبعا? ولكن الاكبرهم بتاعة يونيتي ستيت. بتاعة امريكا. بتاعة امريكا جبيرة جدا يعني مش صغيرة وفيها تفاصيل كتير ايوي فيها شغل كتير. طبعا كده? هتبص لها اه تلتمية وعشرين. طبعا? بتاعة اوها ايو دي. طبعا منزل لك ملف بيدي اف. في ايه فيه تفاصيل بتاعتها. في منهم كمان بيبقى في قيمة هلبة خاصة بيهم. يعني دي مسلا بتاعتها عبارة عن كم صفحة. اه او الله مش عارفة كم صفحة درقتي. بسم الله. اه هنا متاعة. اه هنا متاعة. اه مش كدبي كم صفحة هنا هم. انا مش كدبي. لكن انا ممكن ان نفتحه في المتاع عسل انا مش عايز افتحه من هنا ماتين خمسة وخمسة صفحة بيشرحه في ماتين خمسة وخمسة 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 صفحة طبعا هو عمل سابق وعمل شور كتير جدا صراحة تفازيل كتير جدا وممكن تستخدمه طبعا في حاجات تانية نشوف اللي احنا لزلناها دي موقفها ايه بنبتدي ممكن تفتح من هنا نقول له اليو كي ده ونعمل ضبط كيك يبقى هيفتح لي سابقا 3 دي كل ما هنالك دي زي دي زي دي ولكن هو هيفتح لي مباشرة التمبلايت بتاع اليو كي ونشوف ايه الفرق التمبلايت بتاع اليو كي من التمبلايت الايه التمبلايت العادي بسم الله الرحمة الرحيم هو القشتو موجود في السابق الاساسة يعني اللي بيسأل بتاعة امريكا فيها اشتو هو اللي اشتو موجود في السيفل. اه في السيفل الاساسي. ولكن دي زي ما تشافين اول شيء زي ما تشافين معي هنا مش موجودة قبل كده. تمام? اه التول بلت دي فيه برضو ايه? مجموعة بيقول لك تبك في حاجات جهزة موجودة هنا. والبريتش ستاندرد. تمام? ولو دخلت هنا هتلاقي حملية قطعات. زي ما شافين هي عبارة عن ايه جهزين. تمام? في عندك حاجات تانية برضو هنا يعني في مجموعة حاجات خاصة مين? خاصة باليوكي. الحارات مسلا بشكل معين. هنا نفس الشيء. تمام كده? وما لزلك يبقى. هم عندهم شوية تفاصيل خاصة مين? خاصة بيوكي نفسها. دي كده اول حاجة. دي هنا دي خاصة بايرلندا ودي هنا خاصة بايه? آآ حتى العلم موجودة اهو. ده وبريتش وده ايه? طيب. دي اول شيء. ده اول تغيير. تاني تغيير لو احنا حابنا نبص في هاتفل بوينت وحتى البوينت ستايل هنا موجودة مش موجودة قبل كده. يعني هنا في حاجة اسمها دي موجودة قبل كده. سيرفي ستيشن برضو مش موجودة. لو جينا مسلا بصينا في السيرفز. السيرفز ستايل عتلاقي سيرفز ستايلز كتيرة موجودة. تمام كده? يعني هم مجهزين مجموعة ستايلز. وعنما بتكيب انت اشغل في الدولة بتبقى عارف المعايير المطلوبة في كل واحدة. حلو كده تمام? وعن الكلام ده ستايلز كتيرة. طيب لو انا حبيت اشوف هعمل الالايمنت مسلا. حلو كده طب ايه هو الكود اللي شغال هنا. لقول تلقى ديزاين كارتيريا. وقولت له والله انا عايز اشتغل بالدزاين كارتيريا. وبتضغط هنا. بيقول لك والله هي بص. عندك الاشتر اللي موجود طبعا بتاع امريكا والردي موجود. ولكن انت عندك اهو. اليو كي ستاندر. اليو كي اي اي ستاندر. حلو كده? اللي هو بتاع الفنو خمسة عشر. وعندك اه المتريك بتاع راوند بتاع يو كي اي اي اي. يبقى ادي لك الستاندرز بتاعتهم موجودة برضو هنا بحيس انت تستخدمها مباشرة. حلو كده تمام? يبقى انت شغال بتشتغل بيا. والسوبر الفيشن الحسابات بتاعت يو كي نفسها مش بتاعت الاشتو. يبقى كده انت بتغير كل الايه كل المعاملات بحيس يبقى انت لليو كي. طيب انا عايز اعمل ايه? انا عايز اجيب سطح اعمل سطح سريع كده. وابتدي نشوف اه نعمل سطح ونعمل طريق ونعمل قطاعات ونشوف الشكل الشكل كله بيشتغل ولا لا. يبقى نعمل اه سطح سريع سطح سريع سطح سريع. بسم الله الرحمن الرحيم. شكل اخراج القطاعات ده انا كنت شرحته على الفكر بتاعها. ده الحقيقة الجهزة اللي كانت موجودة. سواني بس ايه نعمل بس ملف نقاط سريع كده. ايكول كومكاتينيت. اللي هو بيستخدموا طريق دي الجريد بريك. انا كنت شرحتها بالتفصيل الممل. ولكن هم هنا مجهزين على طول. راح نجيبها من الاول الاخر استعزمكم. سريع عن كده. مش هناخد من الوقت كزير. ما عرف انتو زهيتو مني. طيب. نجي نعمل هنا ونقول له انا عايز اعمل insert point from file. ملف الخارجي اللي هو رقم وانجيل طيب. 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 وبقول له اوكي. زوم اكستهند. نشوف ايه التغيرات اللي بتاعس. زي ما نشافين اول شيء. في العادي حنا كنا بيجيب لنا الكروس الحمرة في الملف بتاعك. لكن هنا لأ اجيب لكروس كده وجايب لكده باب بتاعيتها بالشكل ده. تمام. دي البوينت جروب اللي في الاول. قبل الحلقة دي انا اقول له والله البوينت جروب دي انا عايز ان انا مش هايز اشوف البوينت جروب. تمام. عايز اشوف يعني ايه التفاصيل بتاعتها. تاني حاجة انا عايز اعمل سطح. ها حتى عامل هنا ايه مجموعة بتاعي بوينت جروب اللي هي اللي هو البوينت بقول له اوكي. هادي شكل السطح اللي ايه اللي موجود. طبعا الاستايلات مش نفس الاستايلات اللي موجودة ايه موجودة معنا قبل كده. ان لو بصينا في حاجات تانية مسال كده ده واحد لنص. نحن لقى واحد لخمسة. بلاي هم طبعا مجايزين شوية استايلات ايه حيس تشتغل عليها. طيب. انا هبتدي اعمل طريق اصمم طريق سريعا كده. نقول له اللي انا عايز اعمل طريق. المواصفات بتاعته او من خلو المواصفات مش هتفل لان المهم عندي ايه. انت طلع بس الكونكلوزيون بتاعتنا واخد هنا وبعدين هاخد هنا. وبعدين هاخد هنا وبعدين هاخد هنا وبعدين هعمل كده وبقول له انتر. تمام? ده شكل الشكل. هم ناخد الحاجة الستاندر بتاعهم. ده شكل الستاندر بتاعهم. تمام كده? بشكل الكتابات وما الى زالك. طيب. هبتدي اعمل كريات سيرفز ستايل. سري سارفز بروفيل. تمام? واقول له كريات بروفيل فيو. الستاندر زي ما انت? واقول له اوكي. ايدي كده ده شكل القطاع بتاعهم. زي ما انت شافيين هو نازلة بالبندات. نازلة بالكل شيء. يعني كل حاجة بتخرج زي ما هي. انا ما بعملش اي تغييرات. هو بيينزل لي كل حاجة بتاعتي. اللي هو الستيشنز يعني. سامة تشينش برضو. والاكسي. الاجسيستنج ليفلز والهوريزنت الجيومتري. موجودة فين? موجودة عندنا. وده شكل الاخراج اللي هو ايه? اللي مطلوب عندهم. هلو كده? ده شكل ايه? الاخراج اللي مطلوب عندهم. طبعا ده غير اللي موجود الستاندر بتاع الايه? بتاع السيفل العادي. طيب انا عايز اعمل ايه? اعمل نزل كده اسيمبلي سريع برضو. كده اسيمبلي. ممكن نزل اسيمبلي جاهز من عندهم. كنترول ثلاثة. انا عايز انزل بسم الله رحمة الرحيم. او كده عندهم اسيمبلي جاهز من شوال. مش كده نضيف اسيمبلي جاهز احنا شوفنا. اختلي بنده. بس. انا عزبين او ده فولد سكشن. تمام. ده كده اسيمبلي ايه? اسيمبلي جاهز زي ما مجهزنا والطبعات بتاعتهم مدخلنا في يعني هم عاملين الشغل بتاعهم كله. طيب نعمل كوريدور سريعا برضو. هادي كوريدور هاخد هنا انا عملت سري سطحة تصميمي. هعمل سطحة تصميمي. هقول له هنا اقول له اد سطحة تصميمي اللي هو الاف جي. وبقول له اوكي. واختر المقطة دي. مع هنا كده. مع هنا. مع اخر النقطة اللي هي ايه. النقطة دي وبقول له انتر. ماشي. ده شكل كده الاخراج بتاعهم. بنبتدي نعمل كوريدور سريع. هدي alignment. اف جي. هدي كده بستور. وبقول له اوكي. اوكي. بدي البداية لحد النهاية. ماشي. اعمل يهو. ده شكل الكوريدور برضو زي ما نشابين انه مش مبينين في اي تفاصيل يعني حاجة بسيطة خالص. يا بس الخطوط اللي اتجاد اللي بينا معنا. طيب اناعمل قطاعات بقى سريعا. عشان نطالب قطاعات. سيكشن. سامبل لاين الاول. للا alignment بتاعنا. بقيني التفاصيل زي ما هي. ما فيش هي تغيير لو سمعتني من البداية حتى النهاية. حلو كده عرضة خمس عشرين متر امير خمس عشر متر شمال كل عشرين متر. اوكي. ماشي. هدي كده شكل السامبل لاين بتاعهم. حلو كده. نضغط على اي واحد اقول له ماشي. واقل له. وكل حاجة زي ما هي ما هتغير لشي حاجة. واعمل شوية الساكشن دول هنا كده. ونبتل نشوف الساكشن شايف لها عامل ايه. تمام كده. ادي الساكشن بتاعتهم يا شباب. الساكشن بتاعتهم زي ما نشايفين اللي هي الجريت بريك. اللي لنا كنت شرحتها قبل كده. اللي هي ايه. طبعا هنا هو عشان اواخد على الارض الطبيعية. عدل بس حاجة وسيطة فيها. بنقفل خط البفر ده مش عايزينه ده رقم واحد. ونربطها بالارض الطبيعية بس حاجة انربطها بالتصميم. انربطها. 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 هو مش رابط بالتصميم بيه خيال. هو مفوت فيه شاي بتصميم ولا ايه. ما مفوت فيه بتصميم.ific هو ببى مش شاي. ونفعة. اوه ما شاي في تصميم. اوه ما شاي تقريد تصميم. بالكورور tremores اوه. انا بشكل عام ده شكل الخطاع بتاعهم. لا مشي. هم معيزينوا كده براحتهم بلدهم ومعرض بها. الارتائر طيب مرة نعةこのتائم من تشغل間. احنا مش عانمين سطح طب بالطريقة بصاحبنا ده نقول له اوكي وقول له نعايز هنا طوب وهنا عشان كده هو ملاج نعمل سطح طب ونضيفه للسامبل لاينز اللي عندنا عشان يزهر معنا معلش دي في سطح الطب بقول له اوكي والبندات هنا ما اقول له هلا اصلي هوا كلهم يبومين اوكي اوكي هنلاقي شكل ايه من القطعة عندنا شوية اوه ده كده شكل مين؟ شكل ايه القطعة بتاعتهم بناء على مين؟ على التفاصيل بتاعتهم بناء على معايير الدولة ايه؟ الدولة بتاعتهم فبالتالي ده دي حاجة من طبعا بتاعت امريكا فيها اكتر من كتير تفاصيل كتير في بيقولك افضل من حيز الاخراج والله ما اشتغلتش على وراغة فيهم انا بحب اعمل كل حاجة بنفسي او اشوف العميل عايز ايه وبعمل هولو اه ما المخصوص بالقشتو القشتو هو كود التصميم بتاع الطرق بتاع طبعا هو مش هو الطرق بس كزا حاجاني بس هو في البرنامج كود التصميم بتاع الطرق نفسه اه في حيات لو انت بتصمم طريق لازم بيبقى حسب الكود طبعا كل دولة لها كود مختلف مصر لها كود سعودية لها كود بس اغلبهم بيباني على القشتو بيشتغل منه هو البرنامج بيجي محمد بالكود القشتو الانبيكي هو البرنامج بيجي كده برنامج السفر اما الفكرة كلها انت بقى بتعمل الكود اللي انت عايزه بعد كده وبتقدر تعدل داخد الكود من الموجود وبتقدر تعدل عليه كان في حاجة برضو موجودة هنا هذه الوقت فتحت من الايكونة بتاعت اليو كي الجديدة حلو كده طبعا لو انا فتحت من اي اي ايكونة تانية مفيش مشكلة كل ما هو الوقت لما تيجي بتعمل هنا بتقول له انا عايز نيو بتقول له براوز تمبلات هتلاقي تمبلاتس جديدة زهرت عندك اي كل ما هو يعني مكتوب كامل كلمة يو كي يو كي يو كي يو كي اما الاول بيجيلك بس اتنين فقط لكن يو كي نزلك مين اربعة تانيين واكيد في برضو اكيد ملزلين حاجة لا مش ملزلين حاجة يو كي يبقى دول هم خاصين بمين يو كي تمام كده ممكن نفتح الميترك العادي يرجع لي زي ما ايه زي العادي ما فيش مشكلة ايه تاني موجود معانا بسم الله الرحمن الرحيم لو سمحت سيفل سريدي بالكراك ولا تدور ليه على اليوتيوب عتلاقيه انا ما عنديش والله ما بطلع مش بطلعه عاملات اه محمد عاطف ممكن سؤال ممكن ايه محمد اكيد هندسة ملف الشرح للدورة الاساسية على حضرتك مش بتحمل لا حضرتك ممكن تفتح حضرتك الميترك العادي بسم الله الرحمن الرحيم نفتح كده الدورة الاساسية هذه روابط التحميل ملف التحميل ملف المستخدمة ميجا هذا ملف الميجا بسم الله الرحمن الرحيم, افتح يا ميجة بسم الله الرحمن الرحيم عندي. احسن يكون القياسات فيها بواحدات مختلفة بمشكلة. والله لأ انت بتشوف بتاع الحاجة دي جايلك باي? يعني هنا. حتى بص لو انت تلاحظوا ملف. لو انت ملف جديد حتى هتلاقي مفتوح لانه عامل للوحة. ده في. قريدي عامل للوحة. لانه ما في واحد. واللوحة بالمتر. فانت ممكن تشتغل بها. ولكن انت لو عجبك ستايل شوف شكله ايه? اتعب عليه شوية واعمله. يعني الستايل اللي موجود هنا دوت اللي انت شايفته. هو ده اللي ستايل اللي خرج بتاعهم. فعتلي انا عندي درس على القناة عندي اللي هو بتاع الجريت بريك. كنت عملت الموضوع ده في اللي هي مجموعة اسه الهشام. اهو. اهو. طبعا. في الدروس اني في الاوايخ دي كده. آآ درس رقم احزاعة كده. رقم تلاتة وعشرين. درس رقم تلاتة وعشرين. يعني اخدنا نفس الفكرة. تعبنا شوية عملناها يعني انا اشرحته بتاتة اربعين دقيقة. آآ. وعملناه ولو مباشي تمام. اهو. صحيح انت شايفة الشكل كتسا. خلاص انت عنده اصلي حاجة الفكرة كلها انت بتعمل اللي ستايل مرة واحدة وهتسايفه عندك وخلاص وتقدر تنقلو ما بين حاجة والتانية مفيش اي مشكلة. قولي يا محمل عندك ايه? ايه جزاك الله خير اولاً عندسة الله يجرمه. تسلم يا رب تسلم الله اعزك. اللي هاته عندسة بصمم رنب فانا عامله مسلاً على سرعة خمسين. فقال لنص قطر في البرنامج عطهو لي اللي هو مسلاً تسعين. بس انا عندي رابط بنتر اين فنص قطر جاي لي تلاتين. آآ في الكيرف يعني. فانا الوقت بصمم على مكسوم سوبر الفيشون اربعة في المية. هل ده هينفع ولا ولا هيبقى مسلاً في غلط في التنفيذ او في خطر. بص الفكرة كلها يعني سوى بص الفكرة كلها على حسب الاشتراك في الاخرى ولا? آآ. هو مفيش استشارة هاي او مفيش حاجة وبس تصميم. فهو مفيش قدامي لان رابط على طريقين فنص قطر اللي جاي في حاجات انت محكم محكم بيها فما ينفعش تغير فيها فبتضطر تستخدم لك كده زي كده. ولكن لو انت عندك الامور السمحية شوية لا حاولت توصل للا اكبر نسبة او اكبر نص القدرة تقدر تتعامل معايا واخبالك. لكن لو انت مفيش مشكلة. حتى هو البرنامج اللي ما بيجي بيعمل لك ما بيجي بلكش تغير. وبيقول لك خط بالك النوتفيكيشن ان انت مش 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 في الوضع السليم. واخبالك. طيب يا اندسة لما اجعمل القردور لحارة التهديئة وبعدين ادخل على الرام. بالوقت بعمل اسيمبلي او صب اسيمبلي لحارة التهديئة الوحيدة. وبعدين صب اسيمبلي للرامب. ولكن حارة التهديئة اربعة متر وبعدين الرامب تمانية متر. فلما باجي اعمل الكردور بعمل لتنين ريجون. لما باجي اعمل الريجون بابتاع الرامب بيبقى مطلع رفرافة كده ودخل على الطريق اللي هو القائم. انا احتاج اشوف موقفها ايه اصلا. ايه الفكرة انت انت عامل الفكرة كلها انت لازم اعتعمل ترجم. هو دي. هو تمانية متر ما بقاش اربعة متر على طول. لازم في منطقة ترانزيشن. او هو ربط على حاجة تانية جنبه. صحي كده ولا انا غلطان? ما هو اندسة في طريق قائم. فطريق القائم ده اربع حارات. ماشي. فانا خدت منه حارة التهديئة. حلو مفيش مشكلة. هي الفكرة كلها ان انت حارة التهديئة دي. انت طريق الاساسي ماشي زي ما هو. وانت جايبت عندك الفكرة كلها هيبقى عندك شكل مسلس. انت جايب بطريقة تمانية متر. وهيبقى اربعة متر لانه في حارة تانية. فانت عندك منطقة ربط ما بين الاتنين. اخبالك. اه اه. فانت تربط على يعني هتستخرج خط من الطريق الرئيسي اللي هو السابت اللي هو مفيش مشكلة فيه. هتاخد خط منه اللي هو سريدي بولي لاين الحد بتاعه. وتخلي ده تارجيت عليه. بدل ما هو هياخد تمانية متر كلها. لا هياخد اربعة متر بس لغاية الاتج دي. ده في الاول. انما بقى لما ادخل الرامب تارجيت بيبقى خلاصة على تمانية متر وكلها صح? خلاص ما انت بقى سعيتها خلاص انت عامل في المنطقة دي تاخد التارجيت هنا. دخلت في الرامب لأ اوسر عباب التارجيت بتاعك عرضه كامل خلاص. بس يعني المفهود انت المنطقة دي بتبقى منطقة نوز فيها جزيرة يعني او فيها حك. اه طب معلاش الاندسة الصوبر الليفيشن بس المكسموم الصوبر الليفيشن لما يبقى عندي حارطين ويقول لي اربعة في المية من الليفت لين اه اربعة في المية. وبعدين سلب اربعة في المية رايت ليه? هل ده معنا ان هو اربعة في المية مسلا لحد الصنطر وبعدين بينزل سلب اربعة في المية ولا من اتجي الليفت لاتجي الريت اربعة في المية؟ بوث بالاتي انت اهو انت بتقول رامب. رامب يعني المفهود كل هي مطالبا. يعني 해 تقعلي على الشمال عالي واليمين واتي لانه كله عبارة عن كأنك مسك مسترة بتنقلها كلها يمين معشمال. في المسترة حد واحد مش كراون كراون يمين وشمال عكس بعض لكن يمين وشمال زي بعض نقص واحد ونص لكن البلانار يبقى عكس بعض لو قالك اليمين أربعة والتاني نقص أربعة يعني اليمين بيأعلى والتاني بيوط أنا بس عندي مشوش في حيثة أربعة ونقص أربعة أنا أصد مثلا لو الطريق كله تمانية متر يبقى يعني هننزل بأربعة في المية لحد ولا هو بيوصل أربعة وبعدين لحد السنتر مثلا أربعة متر وبعدين بينزل صلب أربعة يعني هندسة مثلا الثمانية متر ديت دلوقتي انت عندك الخط بتاعك في السنتر ولا في الـ هو بس خط السنتر خط السنتر ده اللي يحكمك الميل بيبتدي من عنده لا السنتر في الـ معلش هندسة هو بس لو أنا مثلا عندي في الـ الـ المنصوبة عشرة مدام خط السنتر في الـ يبقى انت بتتكلم بس كده ما ملاكش دعو بالـ أو الـ أنت بتكلم في حرة واحدة يا لفت يا ريت آه يعني أعتبر حرة واحدة لأن خلاص انت ما عندكش جنب تاني انت السنتر بتاعك في الـ فما فيش ما فيش لفت و ريت انت بالنسبة لك ما فيش لفت و ريت آه أصوّد الرم بحرطين بس هو أتعامل معاك لأنه أخرى واحدة أيو ماشي موضراتي الفكرة كلها لو السنتر في الـ لو سوري هو الرم بحرطين وانت حطت السنتر في السنتر يبقى هتلاقي نص الأربع متر اليمين دول هياخده الميل بتاع اليمين والأربع متر الشمال ياخده الشمال ولكن لو انت عندك السنتر بتاعك في الـ خلاص انت ما عندكش يمين يا شمال على حسب التجاه الخط بتاعك آه تمام سهل و غالباً هتبقى شمال مش هتبقى ايمين انت عتminute هتحط في الـ على اليمين وانت بتجاه حركة السيارة هتحطه على اليمين يبقى ده الـ كل السوبر بتاعك هيبقى شمال لما هيبقى فيورباك شمال لهذا الكيف الاولين بهبقى عالي مثلاً من ناحية اليمين وبعدين الكرف اللي بعد هو العادل من ناحية الشمال انسى فكرة يمين انت بسس على الشمال بس آه تمام تمام انت ماعندكش يمين أساساً الشمال هو اللي بيتغير معاك. يمين مافيش معنيش يمين اساسا. انت طريقك مفوش يمين. انت طريقك شمال بس. تماما انت ستطع. شكرا. نعم يا بش. شكرا بش. والله اكتب بس على اليوتيوب. بص دايما خلي جوجل هو صديقك الاول. اكتب على اليوتيوب تحميل 73021 هنجب لي بك كراك بكل شيء. انا والله كذبت كده على اليوتيوب وظهر لي على طول. ايه تاني معانا. ان شاء الله هيستريعي للداتا شرطة كد. بص داتا شرطة كد بشكل عام. هي زيها زي الاكس ريف بتاعت الايه. بتاعت الاوتوكاد ولكن. احنا وصلها مش عايزة كروتها لان هي حلوة فمش عايزة كروتها. بس هما بدايا على سبيل المثال. اول شي انت بتحدد ملف على الجهاز يكون هو ده الملف بتاعك وغالبا بيكون اللي هو الملف ملف هما بينزلوه حتى اللي هو سيبل 3D. حلوة كده هو مش نزل عندي هنا كده. طيب بص. اول حاجة بتحدد ملف على سبيل المسال ملف اللي هنا ده. هنعمل لف في السي. ملف جديد اسمه. يشان بروجيكت. تمام كده. فكل ما هونالك اللي انت بتحدد بتقول له الله انا عايز اعمل data short cut. اللي هي في قيمة manage. هقول له انا عايز اعمل set working folder تمام كده. وبتختار الفولدر بتاعك اللي هو حيبقى فيه المشروع بتاعك الاساسي اللي هو مثلا في السي. اللي هو هشان بي. تمام كده. وسيلكت الفولدر. حلو. وبعدين بتعمل انا عايز اعمل new short cut folder. المشروع بتاعي مثلا. ده المشروع يسمه project 1. project 01. تمام كده وبتقول له اوكي. بكده واحدد لي مين project 01. اللي هو هشان بي. project 01. هتلاقي عمل لك ملف اسمه short cut. وجوه الملف ده في حاجة اسمه alignment وcorridor وpipe network وما الى ذلك. فداته short cut كل ما هونالك انت بتاخد نسخة من الملف الاساسي بتاعك ايا كان الملف ده ايه. وبيدفها لك هو هنا عبارة عن ملف xml. على سبيل المسال انا هستدعي. اه هفتح مسلا ملف تاني انا. اسمه من ملفات اللي احنا اشتغلنا عليها حتى. في الدورة. اسم الله الرحمن الرحيم اللي هو الكورس اهو مسلا في ال alignment. حاجة في ال alignment عايزين حاجة تكون فيها alignment مباشر. تقريبا هن. حلو كده وبقول له open. ماشي انا عايز اخلي السطح ده. والخط بتاع centerline دول اخدهم في ملف تاني وتعامل بيهم. بحيس ايه ما اخدش يعني هنا السطح نفسه. لو انا بسيط على السطح اقال لي والله ان السطح ده معمول مسلا من ايه من point group تمام كده. فانا مش عايز اخد ال point group دي في ملف بتاعي اللي هناك. عايز ملف اللي هو الاساسي اللي هو drawing 2 دوت. حلو كده. عايز اخليه ملفة خفيفة. بعمل ايه؟ بفتح اللي انا عايزها. زي ما انت شايف هو هنمسمي مين اهو وقف فين هو في هشام project 1. اول شي بعمل ايه؟ بقول له انا عايز set shortcut file. حلو كده اللي هو ده. اللي هو وزير واحد وبقول له اوكي. يبقى كده الملف بتاعي شايف مين؟ موجود معي في نفس ايه؟ في نفس الفولدر. وبعمل ايه؟ وباجي اقول له انا عايز اعمل data create data shortcut. بيقول لي عايز تاخد ايه data من المشروع بتاعك هنا؟ بقول له انا عايز اتخد سطح ال NGL وعايز اخد ال alignment. فبيقول لي ال alignment عايز تاخده بال FG بتاعه والبروفيل بتاعه فبقول له اهو مش عايز بروفيل ال R طبعية ولكن عايز مين؟ البروفيل التصميمي فقط. حلو كده. وبقول له اوكي. عتلاقيهم زهروا معك هنا بص. اهو هنا سطح ال NGL وهنا alignment بالبروفيل بتاعه. alignment اسمه existing growth. طيب. حاجي هنا حتى الان انا ما عنديش حاجة في اللوحة. بتيجي تقول له والله انا عايز اعمل لي استدعاء لملف ال NGL ده من هناك حاجة اسمها create reference. بتضغط عليها. وبتقول له والله ملف اللي هو الاسمه NGL وبتقول له اوكي. تمام؟ نعمل zoom extend. زي ما نشاف جالك هنا وبتعرف تغير في مجموعة التفاصيل ولكن لو بصنا في خائمة هنا اولا ما عنديش حاجة في الpoints. يعني انا ما عنديش points هنا رغم من السطح ده معمول من points ولكن مش عندي. السطح ده معمول في الpoints في الملف الاساسي بتاعه. حلو كده انا اواخد بس زي نسخة منه. نسخة كربونية منه هنا. تمام؟ نفس الشيء هتلاقي هنا فيه علامة ايه؟ علامة الشورتكات الصغيرة وفي نفس الوقت ما عنديش تفاصيل اللي انا اعمل له حدود واعمل له وعمل له وعمل له سواب ايج وايه 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 وايه. لان انا اواخد نسخة منه. هو الاصل بتاعه في مكان ديني. فهي الفكرة كلها ان هنا بيعتمد ان العملية بقت اخف بكتير. هنا الملف هيبقى اخف بكتير مع الشورت. تمام؟ نفس الشيء هنا تعمل له استدعاء. استدعي الاف جي بتاعه. قل له create reference. تمام؟ كده هو بيقول لك هيبقى اسمه ايه وما الى ذلك. قل له اوكي. هيجي لك ال alignment بتاعك برضو. نفس الشيء هنا هو. تمام؟ تقدر تعدل شكله وتقدر تعدل الكتاباتها اللي عليه مفيش اي مشكلة. ولكن كعنصر نفسه بص ما فيش grips اللي انت تتحاول تغير. انا عايز اغير ال radius ده. لا ما تلاقيش. حتى في ال edit geometry ما تلاقيش. كله هيبقى مقفولة. تتفرج بس عليه. يعني هنا تتفرج على التفاصيل بتاعته. طب انا عايز اغير اي حاجة ما تلاقيش. ما ينفعش اتغير هنا. تغير فين؟ في الملف الاساسي بتاعك. تغير في الملف الاساسي بتاعك. طبعا ال data short got دي احنا بنستخدمها في حالة لما بنشتغل بقى ملف تقيل. رقم واحد مسلا بتعمل ارض طبيعية في ملف. بتعمل ال alignment بتاعتك في ملف تاني. بتعمل كوريدور في ملف التالي. لانا هنا ممكن اعمل كوريدور. سهل جدا. هابتدي هنا اقول له الله انا عايز اعمل assembly. هو كده. اللي هو ده كده. عبارة عن control 3 عبارة عن حارتين كده. لينز. حارة حارة. تمام. ويجي اقول له كوريدور. اقول له والله يبص هو شايف مين شايف خط ال alignment بتاعك. وشايف ال fg بتاعك. ودي ال assembly بتاعك. وقول له اوكي اوكي. اعمل لي مين. اعمل لي كوريدور. موجود معايا فين. زي ما تشايف موجود معايا فين في الرسم. حلو. طب لو انا غيرت حاجة على سبيل المثال انا هغير تغير تغير جزري عندي. هاخدك كده ونجاي نقله ونجايبه هنا كده. زي ما انت شايف ال alignment تغير تماما هنا. مجرد ما انا بعمل حفظ الملف. هقول له مثلا تسيب. تمام. تيجي تفتح هنا الملف الاساسي بتاعك يقول لك خد بالك حصل مشكلة او حصل تغيير في مين في ال data shortcut. تقول له اعمل synchronize. زي ما انت شايف موباشرطا. هتلاقي alignment بتاعك تحول. وهيقول لك مين. انت محتاج تعمل ايه rebuild للكوريدور بتاعك. هتقول له rebuild. انت عمل لك مباشرة rebuild للcorridor ما فيش اي مشكلة. ولكن في نفس الوقت انه بقى هنا خفيف جدا 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 فما تتخيل. انت ممكن تعمل كل الشغل بتاعك هنا. وما الى ذلك. وتخده من بداية shortcut. اي تغيير بيحصل هناك يسمع معك هنا. اي تغيير بيخلص هنا. يعني مسلا دلوقتي انا عملت هنا ايه؟ اعملت الكوريدور بتاعي هنا. حلو كده. ممكن اخد سطح الطب بتاع هنا واودي هناك. كل ما هونالك انا هعمل من الكوريدور هعمل سطح طب مسلا على سبيل المسال. سطح طب. هادي سطح طب. وطب لينك. وبقول له هنا. اقول له اوكي اوكي. خلاص اعملت سطح طب هنا ما فيش اي مشكلة. هبتدي اعمل له مين؟ اقول له انا عايز اعمل له manage وقول له اعمل data short cuts. لازم اصيب اللوحة الاول وعليش. اهو هيقول لي عايز تخرج من هنا هيقول له عايز سطح الطب بتاع الكوريدور اللا هو ده. وبقول له اوكي. تمام؟ وممكن اروح هناك. استدعي سطح الطب هنا. تيجي هنا ادي السطح. عندي سطح الطب بتاع الكوريدور بقول له create reference. وبقول له اوكي. تمام؟ ادي كده السطح الطب بتاع الكوريدور اللي هناك. يعني انا ممكن ايه. باكن فورسة زي ما بيسموها يعني هنا وهناك. تشغل هنا وشغل في نفس الوقت هناك. بتبدي دي توقتين من اي من واحد للتاني. اي تغيير هيحصل في الكوريدور هنا هيسمع بشغطا معاك هنا واي تغيير بيحصل هنا بيسمع معاك هناك. طبعا دي تبقى حلو في حيث لو تبقى تظهر القطاعات لان انت في ساعتها هتعمل خليها بالبعدين بادي. ارقا لكم في التفاصيل اكتر في data shortcut ولكن ما بدايا دي كده فكرة data shortcut بشكل سريع. زي ما طلبتهم. التكريجون مهتمين بالشهادة مش يعني طب المحتوى يا جماعة. المحتوى يا جماعة. كله عايز الشهادة كله عايز الشهادة. انا عايز شهادة انا كمان هندسة. طيب هي من ضمن بقى المفاجآت اللي انتو مش عايزين مفاجآت ولا ايه. طيب المفاجآت ان شاء الله. او طبعا الكورس زي ما انتم عارفين مرفوع بالكامل على موقع بيم اربيا. اه سوري قناة بيم اربيا. اربيا. تمام كده. عند اخونا الكامير. موجود في البلايليست. لو ضغطوا بلايليست هتلاقيوا ايه. سيفل سري دي كورس هشان فوزي. اه ان شاء الله المحاضر الاخير هتترافع معي بهم عشر محاضرات يتقفلوا عشر محاضرات مع بعض بإذن الله. وبإذن الله نفس الكورس ده هيكون مرفوع عندي على الموقع. يعني وانا نفس اللي ان كده هجمعها كلها موجودة. يعني نفس الفيديوهات اللي موجودة على اليوتيوب عتيكي على الموقع عندي ولكن. الفكرة كلها اللي احنا هنعمل بقى ايه? هنعمل حتة زيادة كده. دي المفاجآ يعني هنعمل لكم تحان. لانشان تاخدوش جادة. دوقتي هو الكورس هيكون موجود عندي. ان شاء الله هرفعوه خلال الاسبوع اللي جاي بإذن الله. والكورس النفس المحتوى اللي فات عشان اللي ما حضرش المحتوى ممكن يحضره على اليوتيوب او يحضره من خلال الموقع عندي. كده كده هيبينه عن اليوتيوب. طبعا الموقع بتاعنا اللي هو فانجر بليند فيديوز. تمام? وفي نفس الوقت اعتقد شهادة حضور من على الكورس عندي. حلو يعني الكورس مجرد ما انت بتخلص الكورس. بيكون فيه امتحان 45 ديئة هجهزه لكم. على الحاجات اللي احنا ايه اللي احنا عملناها. طبعا اللينكات وكل شيء اعتبقى جوه الكورس نفسه. مجرد ما انت بتخلص الكورس وتخلص الامتحان بتعدي بنسبة 70% على طول بتاخد شهادة حضور الكورس من الموقع عندي. طبعا بخلاف الشهادة انتوا هتخدوها من مهندس عمر. امتحان مع الكورس. هو الفكرة انا افكر ان كان فيه محاضرة. كنت عايزة اتكلمكم على الامتحان بتاع اوتو ديسك زي بيجي وما الى ذلك. وكده ده ممكن بان خليها محاضرة بعدين كده ما بنا ومن بعضينا او يعني نبقى نزبط لكم محاضرة تانية مع بم اريبيا ولا حاجة. بحيث ان الناس تستفيد منه. المتحان بداية ان شاء الله لما الكورس ينزل هيبقى الكورس على الموقع عندي هعلن عندي في الجروب وفي الجروب برضو بتاعت الكورس بتاعنا ده. هل يعلم في الجروب وان ايه وان اقول لكم الكورس المجرد ما بينزل بتخش وتتفرجوا على الكورس. اللي اتفرجوا الريدي وحضر معانا اهلا وسلام بيه يخش بس يمتحن وياخد الشهادة ان شاء الله على طول. حد عنده سؤال قبل ما نقفل يا ولاد. ان شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام يا برحمة الله وبركاته. رب نجازيكم خير ويزادكم من فضله وعلمه ان شاء الله. كان دايما في الديزاين بتبدأ السطح الوريجنال سيرفيس وبتبدأ تعمل الطريق. طب ان انا وعندي الطريق وعندي السيرفيس بتاع الطريق ومطلوب مني اللي انا بعد ما اعمل الاس بلد اعمل بقى الكوردور بتاعي وعمل السوبر السيمبل بتاعي. وطلع المشروع اصلا خلاص. ده بيتم ازاي. يعني انا عندي السيرفيس النهائي للمشروع وعندي طرق بتاعتي خلصة. طبعا. ومطلوب ان انا اعمل كل الطبقات بتاعتي بتاع المشروع بتاعتي مع اختلاف الطرق. يعني انا عندي طرق طرق فرعية وطرق رئيسية. بتختلف اللاييرز بتاعتها بتختلف كل. يعني انت عندك حاجة قائمة ولا عندك تصميم كاد خالص مسلا. يعني في العادي احنا عندي مشروع خلاص. وبعمل الاس بلد بتاعه. يعني انت بتعمل رفع على سبيل المسال عندك مخطط وبتعمل رفع الاسفلت اللي موجود موجود. صح كده تمام? تمام. بقى عندي السطح بتاع المشروع. يعني السطح اللي هو الطرق فقط. تمام مزبوط. تمام. فانت عايز تعمل لها موديلنج بقى. بالزبط كده. يعني اعكس اللي احنا كنا بنعمله في. طيب بروسيا سيجي هي دي كنا تكلمنا في وسط المحاضرات. بس هو مبدئيا كل ما هونالك انت هتعمل سنتر. حلو كده? تمام. هتعمل سنتر. والسنتر ده انت اقول رقيقة عملت سطح الطوب. السنتر ده هتجيب منه اه تعمله اللي هو يعني مسلا على سبيل المسال الطريق بتاعك اللي هو بتعمل سطح اللي هو السيرفيس بروفايل. من مين؟ من سطح الطوب اللي موجود عندك. حلو كده? يبقى كده ده السطح التصميمي اللي هيكون عندك. هتعمل طريقة عبارة عن حارتين زي ما انا عامل دلوقتي كده في الكرودور ده عاملها ايه؟ حارتين يمين وشمال. حلو؟ هي بس الفكرة بقى كلها فيه يا فندم انت انت الاتج بتاع الطريق يمين وشمال هتعملهم ثري دي بولي لاين. حلو كده اتج ليمين وشمال هتعمل ثري دي بولي لاين على الرسم حتى انت ممكن تعمل الآتي انت ممكن ترسم على سبيل المسال لو ان دي حدود الطريق بتاعتك على سبيل المسال حملة كده. حلو؟ ماشي؟ هتقول له والله انا عايز احاول الخط ده. ممكن عندك كزا طريقة. ابسط طريقة اللي انت بتي في قيمة نرى. اعتبر ان ده كده خط الاج بتاع الاسفل اليمين وده كده خط الاج بتاع الاسفل الشمال حلو كده؟ ماشي? سميل وااخوهم والله هو obstMO مع سبيل المسال؟ سيء كده. ده كده السنتر لاين. اعتبر ان دول ده كده السنتر لاين حلو كده وده اليمين والده الشمال. اعتبر ان السطح اللي موجود ده سطح الطب. فانت هيهم goals السنتر يبقى على سطح الطب. فعند يتقل له ان اتيجى تقول له لو ان اها ان اعrou أعمل من الالايمنت. طبعا تكون انت مجهز الالايمنت بتاعك سبب بقى من object او من او هترسلمه تصميمي يعني كcenter line تمام وبقول له هنا انا عايزه اوكي زي ما هو ادي كده الcenter line هعتبر ان احنا قلنا ان ده سطح الطب بتاعي فهبتدي اقول له والله surface profile اللي موجود ده وبقول له اوكي. كده هو اعمال لسطح مين سطح طب للcenter line يعني ده الcenter line معي دلوقتي الطب بتاعه حلو هبتدي اخد الage المين والage السمال برضو من السطح اللي موجود. عادي قيمة modify تقول له design. هتلاقي حاجة اسمها convert 2D to 3D. اي حواليك من 2D line ل3D to line. بحيس يعمل هم لك مين 3D pull line. تمام وتيجي هنا من القيمة دي عاديه اللي يقول elevation from surface. تمام وتقول له انا عايز اجيبه من سطح مين سطح الطب في حالتك هتبقى سطح الطب. وتزوج شوية تنقطع عليه وتقول له اوكي. بقى عندك مين هو بيطلب هنا دي الابجيكت ده والابجيكت ده وبقول له enter enter خلاص. يبقى عندي الابجيكت ده ليه ما نسيبه والابجيكت ده ليه ما نسيبه. في الحالة دي هتعمل كوريدور يبقى كده عندي center وعندي الage mean والage small. بقول له كوريدور جديد حلو كده سمي واحد مسلا على سبيل المثال اللي هو الجديد اللي هو ده. التصميم بتاعه اللي هو الاعتبر اللي انت كنت رجبته من شوية. والأسامل بتاعي اللي هو نفس الأسامل الموجود اللي هي عبارة عن عامل حرة يمين وحرة شمال. تمام كده? الفكرة بقى كلها فين? في ال targets. احنا طبعا التارجت بتاع مين? تارجت بتاع التوسعة وتارجت بتاع المنسوب. في كلا الحالتين هتبص على مين? هتبص على الخط بتاعك. مسلا عندي تقريب بدين من هنا ومشي كده. عندي تقريب الخط ده هيبقى تارجت توسعة. وفي نفس الوقت تارجت مين? تارجت منسوب. تارجت توسعة وتارجت منسوب. هو هيتابعه نفس الشيء بالنسبة للشمال. اهو. توسعة. وتارجت مين? وتارجت منسوب. اوكي اوكي اوكي. اوكي اوكي. بس عايت على شوية error عشان ممكن كنش اللي هي الخطوط جايبة مع بعض سليمة. نحن بصينا كده حتى على هو كده هيتابع شكل الارض كما هي بدون اي تفاصيل من عنده. ان هو اخد نفس الشكل يعني بس اوه. عمل مين? طبعا شكل الارض طبيعية بتاعتنا احنا مختلفة شوية. شايف اعمل ازاي? تمام. اتبع نفس نفس الشكل بتاع الطريق بتاعك. ولو انت عملت القطاعات انت عدا خلاص بقى ايه? عندك قريدي. عندك اهو. القطاعات بتاعتك. عمل لك موديلنج للطريق بناء على مناسيب السنتر ومناسيب الريت ومناسيب الريفت. اللهم يلا بقى لو عندك انت مناسيب متغيرة في النص. عديف بقى خط زيادة ويبقى انت عندك الحارة تبص هنا وترجع تاني تبص عن نحية تانية. لكن لو انت رافع في الطبيعة رافع السنتر ورافع يمين ورافع الشمال. يبقى تعمل خط على يمين وخط على الشمال وخط في السنتر. السنتر ياخد من التوب واليمين والشمال برضو ياخده من التوب. ولكن انت بتقوله. خلاص ياخده من البروفايل يعتبر بروفايل اللي انت خدته. واليمين والشمال بناء على السري دي اللي انت جبته من السطح. والله الخط ده واسع وده ما فيش مشكلة هيوسع ويديم معاك. ونفس الشيء لو عندك الطريق بتاعك طلع ونزل زي ما انت شايفهو. بيطلع وينزل معاك. يبقى انت كده عملت موديلنج اللي موجود عندك كما هو. تمام. كده طبعا ما عملت السطح الكريدور للسطح النهائي. ده كده اه. الكريدور للسطح النهائي. وطبعا ما خلاص الكريدور ده ممكن تتعامل على سطح طوب وسطح بوتوم وتجيب ليارات بتاعته ايه وكل شيء. تمام. مع اختلاف لو انا اختلفت في كل طريق هيتعمل له كده بالرابط. اه طبعا هي بقى المشكلة انت بتعمل بتعمل شغل كله من جديد. فانت بتعمل الموديلنج ده كله من جديد. اه. تمام. طيب السؤال التاني في الشبكات. دايما في الشبكات اخترنا الموديل او اخترنا الاستراكشور والبايب والمانهولز من اللي موجود. فلو احتاج اللي انا عمل من البارت بيلدر بتاع يعني. انا ما عملتش في البارت بيلدر ولكن هي البارت بيلدر بنجالها في الشبكات اللي هي البريشر. لكن شبكات شبكات غالبا مثلا الستورم والبتاع التانية غالبا بيبقوا نفس الستاندرد بس بتغير مقاسات. بس المانهول ما بيبقاش فيه لما بيبقى عندي الريزر ما بيبقاش جاي بسلوب. الريزر بيبقى جاي اه السلندر بيتغير. يعني هنا مسلا كان عندي اه في السلندر اللى فوق. اهوتكون اصدق اللي فوق يعني? كون اللي فوق. اه لو عندي المانهول فيه في عندي اه في تانزشن لには الالة في النص دايما انا عمللي السلندر الي فوق واللي تحت ليهم سنتقلاين واحد. اه انا عايز تتخليل به يمين او شمال. بيبقى دايما السلندر الي فوق متشفت عن السلندر الي تحت اه היس عشان السلم النزول والخروج والسيانة بالضبط كده بص هو مبدأيا سباحا ما دخلتش في تفاصيله قوي ان كنت بس تذكرتوا تقريبا ايام المحاضرات بتاعتي وشفت له بعد كده فيديوهين او تلاتة ولكن اللي كان بيكلم ده كان بيعمل الحاجة بريشر لان هي الفكرة كلها انت عترسم الحاجة دي ثلاثي ابعاد وبعدين بتحدد له نقطة الاتتشمنت بتاعته وبعدين بتعرفها للبرنامج في خلال بيشوفها واخد بالك انت لو دورت على الفلت برضا اتلاقي فيه دلاتة فيديوهات على اليوتيوب بس كان بيشرح لفالو واخد بالك هو رزم الراجل في الاتوكاد الثلاثي ابعاد العادي وبعدين عرفه للبرنامج وحضرت له نقطة وبالتالي دخلوا في الشبكة بتاعته وتقابل عادي مفيش مشكلة بس كده بيعتبر هذا بلوك الضبط كده بص والله انا مش متذكر لانه عمله كبلوك كوحدة واحدة هل بقى فيه ممكن تحط فيها ولا والله ما قدر شافتيك للأسف بس اسعب في الموضوع ده ممكن تلاقي في محاضرة ولا حاجة عن الموضوع ده بس حي انا عشان والله انت عارف ولكن طول ما انت بتشتغل في مجال معين بتلاقي نفسك بتدوس فيه اكتر فانا سراح الشبكات وانا قد تضيف عندهم يعني ما زل فسامحني قد اي اه اصرت معاك كو زي لا ما فيش حاجة يا رباني جزيك خير والله رباني يعني والله يباريك لك يا رب والله يباريك لك يا رب الواحد بيستفيد منكم كتير جدا يعني رباني يباريك ما بس هو انت بيبحث عنها اكيد تلاقي الفكرة قرية هي عايز تعمل البس انت ممكن انت تتتتتت بس اريد انت οι شبكات مش بتاع يمكن استبداع المهن مربوط بيبقى عندي دائماّ يبقى مربوط عندي الـ وبيبقى بال الصلاة العدي وسطح والشبكة بتبقى العديدا بس سؤال سؤال علمي شوية معايش دلوقتي في الـ نفسها عاتفرل معك اينا هو يبقى الفكرة اللي انت بتعمل الحاجة دي سلسية بعد عشان تطلع الداتة بتاعتها والتفاصيل بتاعتها ولكن الحاجة دي ممكن بتعمل لها زي ما بتقول ايه بعد كده مثلا او حاجة وخلاص وعلى كده. تماما. مش شرط الغلاقة من موديلينج واخد بالك عشان. بتفرق معي لما اجي لما تبقى الطرق صغيرة وبيقى في عندي لما اجي اعمل لانما في منهولات عندي مسلا في الديب ترانك مسلا. اه. تحت اه اه تلاتة متر. السلنبر تلاتة متر. بيطلع فوق متر عشرين عشان بيبقى فيه شبكات فيه للشبكات التانية جنب. اه بيلم العرض شوية فعشان كده بتلازم تحكم يمينة او شمالة او ما الى زلك. يا سيدي ادي نفسك تولرانس بره وخلاص. بيحترفوش. بس الله بس اسعى لان اكيد اكيد مسلا ليه حلة ولكن انا الاسف والله ما 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 خطش في تفاصيلها. ولكن انا شفتها قبل كزا ما قلت لك في البارت بيلدر واحد كان رسم حاجة وكان فالفغة تذكر. وموجود على اليوتيوب تلات دروس اجنبي هما. والراجل شرحوه ورسمو سلاسة بعاد وحضروا نوت تتاتش من بتاعته وعرفو للبرنامج ودخلو في الشبكة. كانش في اي مشكلة. تمام. تمام. انت ممكن. بس انت ممكن تعمل اربعة اربعة موديل على سبيل المثال يعني. وبما مجهزهم ملفو فين بقى. او تلاتة موديل وملفو فين يعني تلفوا واحد شرق واحد غرب واحد شمال واحد جنوب بحيس ايه? تنزل انت عايزه وتلفه زي ما انت عايز. او هو واحد بيلف على فكرة. انت تنزل واحد وبيلفه زي ما انت عايز. هي بس الاقتر اللي عتفرق معك. يبقى مجهز ملف الكاد اعدل ورفق يعني ايه? حاول تاخد واحد واخد بالك. نعم. زبط واحد وتخلي كاد بتاعك. بحيس حصل المشكلة تعلي وتوطي يجيب يمين واشمال وما يلسلك وتدخله تاني. وهكذا. يعني انت حاول في واحد جرب في واحد تشغله تمام. زبط معك تمام. يبقى خاصة تعرفت الفكرة ايه? ابتدي عدلة بعد كده عليه. او شوف اللي انت بتستخدمه اصلا ايه? واشتغل عليه. تمام. تمام. تسلم. تسلم. تسلم شون. الله يبقى لك يا رب. تسلم بي معيش. وبنجزيو في انا. تسلم بي تسلم تحت عبرك. تمام عليك. عليكم سلامة بركاته. فاتحي ايفون. تمام عليك. عليكم سلامة بركاته. بركة. الله يبريك لكبيل. الحمد لله والله تمام. الله خليك عن دسة. بقول لك عن دسة في سؤالين بس. سؤال اول بالنسبة الموضوع الشركة النتور. ايوة. دلوقتي اه اللي هي التعرضات اللي ممكن تقابلني. وليكن مسلا انا شغال على خط ستور. قابلتني مسلا مصورة داكتايل متعارضة مع البيتس بتاعدي. انا عايز اعمل لها منشن على البروفيل. عايز ازهرها على البروفيل. اي نتورك بقى متقاطع معايا تعارضات جاية معايا عاملها تعارضات مع الخط بتاعي عايز ازهرها على البروفيل. بالمنسوب بتاعها مسلا اقول مسلا الجزء ده يبقى عندي فيه تعارض ظاهر مسلا. اه. مع خط الخط الستورم بتاعي ده مثلا. اه. وليكن بقى في اي مكان على البروفيل سواء مسلا. انا انا شغال البروفيل بتاع كيلو مص. بس اي الفكرة بوس دلوقتي هي كلها با هونالك اصلا البروفيل. هل انت في البروفيل بتعرض الشبكة نفسها ولا بتعرض الطريق وتحت منه الشبكة? لا انا بعرض الشبكة بس بعرض الشبكة. اه. بعرضها وبعرض البندات. بس دلوقتي على سبيل على سبيل المثال دلوقتي المشروع يضمنا دلوقتي لانا فتحه ده فيه شبكة معروضة هي حلو انا عايزة اظهر الشبكة التانية على نفس البروفايل كل ما اناك انت هتختار الشبكة التانية اللي هي مثلا انا في الحالة دي عندي الشبكة دي سواء انت بتعمل لها selection من هنا اللي هي network بتقول له select بيختار الشبكة هو بتقول له draw parts in profile view وبتختار البروفايل view فهتظهر معاك الشبكة مباشرة تانية واخد بالك نفس الشي تقريبا لو انت عملت ال interference check سواني كده ما بين الشبكة دي وما بين الشبكة دي بقول له اوكي اللي هو ده ولا هو ده اهو draw parts in profile view برضو تداخل يظهر معاك فين في الشبكة select profile view parts only اه لا ده مش هيظهر معاك بتاعها مش هيظهر معاك التداخل عالشبكة هسوي على البروفايل استانا كده يشوفو لك ايه draw profile انا عايز اظهر على البروفايل بحيث ان انا لما اجي اقدم يبقى مسلا اه حبان معايا كل حاجة clearance هل في مشكلة معايا لو انا شغال اخد بالك الحاجات اللي بتقابلني دي كلها بالشبكات الجديدة يعني مسلا انا لو انا شغال يعني مسلا اعملنا مسلا اكتر من محضر اجتماع مع شركة الميا مع بعض شركات الاتفاصلاتها وهم هلولي ايه لا هيقابلك مسلا في المنطقة دية ما بين منهل تو منهل عند استيشن كزا هيقابلك مسلا خط ميا سؤال ما عايش بتبقى بتبقى crossing ولا ماشي معاك لا crossing crossing متقاطعة فانا مسلا عايزة عايزة اسبق مسلا انا حطاها على البروفايل بحيث ان هو بعد كده اشوف انا حل هل هم مسلا هيشفطوا الخط بتاعه اولا هتطر مسلا انا هعدل في الانفيرت ليفل بتاعي هيعمل دروب او انزل بالانفيرت ليفل بحيث دا هي لو crossing انا عامل control z كده تانين شل بس دي معاك اسمة لو هي crossing انا اعتبر ان دي crossing حلو كده اللي هي زي كزا مسلا يعني اخد بالك ناسف انا كنت شفتها في درس كده اندسة بتبقى الظاهرة على شكل حلق حتى في التمبر بص 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 دي كده دي كده اللي احنا اللي احنا عاملينها دي لو انت رسمت الشبكة سوري القطعة دي واحدة البايب دي لوحدها قلت له زرها لي على البروفايل فيو دي بص اهي هتظهر لك المفروض انا بس عشان انا مغير الستايل بتاعها بتظهر لك بشكل دايرة حلو او عشان بس اعمل بتاعها اللي هو ده مايز اغير الستايل انا اسف ماش اغير الستايل جايزك اهي هي دي كده بس عشان هي جاية بزاوية هي فعلا جاية كده ما بتبقاش الحلقة بتبقى فيها زاوية كده شوية بالزبط كما هي اصلا هي الفكرة ان هي موقفة ايه من البتاع نفسه من الخط اصلا هي بص المشكلة كمان ان اللي هنا البتاع واخد اه واخد اه البروفايل واخد دول معي اسموه ايه دوت سكيل رأسي مثلا انا بلزمنا السكيل بتاعه ده خليناه واحد على سبيل المساق يعني بص كده عشان هي جاية المصورة جاية بزاوية فعشان كده جاية لك كده ولكن هي زي ما انت بتقول بس يدي غالبا الدايرة دي بتزهر برضو هنا بشكل دايرة في حيات لو هو عمودي على الخط المستقيم بتاع مين بتاع السنترلاين ايوان تمام صح اخبالك لو هي عمودي بالزبط اعتيجي كده غير كده اعتيجي لك سوي شوية فمجيب لك هو ايو دي السنترلاين بتاعنا تقريبا ده اه فدي جاية بميل شوية فحيجيب لك بنفس ميل اخبالك هتزهر معك بالنفس الشكل ده في حل تاني اللي انت بترسمها زي ما احنا كنا عملناها حتى من كم يوم ارسم نقطتين على اليوم اعملناها في الاخر الاخر محاضرة ممكن ترسم نقطتينها وتنزل النقطتين دول على الرسم يعني مسلا على سبيل المسال بس برضو هيعمل لك اه مش هيجبها لك بتاع اه يعني المرة التي كان فيه زي مننا طلب ان هو كان فيه رفع عمود موجود قريدي فاحنا قلنا له العمود لان العمود ببقى هو شكل دائري اه ولكن رأسي اخد بالك فان انا ارفع اربع نقاط اتنين تحت واتنين فوق وارسمهم بسري دي بول لاين وهدي سري دي بول لاين من الرسم ضيفه على البروفايل فيو يعني انت ممكن اي سري دي بول لاين تقدر تضيفه هنا مجرد ما تضغط وتقول له بروجيكت اوبجيكس في البروفايل فيو فهيجيله هنا وجاله بالفعل شكل العمود بشكل الرأسي اه فدي نفعت هنا لكن الشبكة على حسب اصلي اتجاه البيب فالبيب زي ما نشاهدك هي زي بزاوية في الاسف عاجلك بنفس الشكل ده جيد هي مثلا الزاوية يعني انا مش فارق معي مثلا يعني درجة الميل بتاعها سواء مثلا ظهرت بميل او لا ده ما فيش مشكلة بس هي قصة كلها ان انا عايز ازهرها على البروفايل زي نفسه بحيث ان انا اطلع لها مثلا ديتيلز او كده وحيث ان اطلع لها مثلا اطلع الليفل بتاعها مثلا البروفايل بحيث ان احنا نقول لجماعة فيه هنا لا فيه يوتيلتي هتقابلنا او فيه تقطعات كروسينج وممكن يبقى فيه تعارض مدينة ومدينة الشركة التعالي نحو بس صعيني انشان اكنا اتفاكر ان الفايب نفسها بسم الله الرحمن الرحيم اوطرول اوطرول لا كله هنا في الاوطرول اللي في السكشن وفي الوقت لا برضو هنا جايب لنا الاوطرول الاوطرول هنا جايب زاوية على الخط لكن لو جاي عمودي بالزبط بس انا كان جايبنا جايبها لو جبناك عمودي بالزبط على الخط اكمل ايه يعني ما اعتقدش انها هتوزبط ايه ايه بارفنديكولور باسم الله الرحمن الرحيم خط عمودي هنا هتشافت هدي دي هنا اعمل ماشا تهدو انا منحاب المعبادة نشوفر يا عمودي ايه تجربة معنا او لا بنفسه مخود هيا عمودي على مش فكهه لوقت بسوا هناشعطينا سوم كاليها صح ثم يبقى سوادي انت حك في الاسطيل بنرجع الاسطيل بتاعها إنه يمكن أن تكون في الستيل واللهي بسم الله الرحمن الرحيم ديش بلاي هالسنتر فول أنا فاكرة والله هي على فاكرة بس أنا كنت تفاكرة في القطاع يعني هي بتظهر في القطاع مزووطة يعني هي لو على القطاع لكن كبروفيل أستنى كده هشوف هالك بس في القطاع أحنا إنه حطت بس سامبل لين تريق كده ماليش عالسنتر لين ده كلهم ماشي إحنا عايزين واحد هنا كده يبني هي يبني سنتر لين فده لو أنا أضطره أعمل للقطاع ده رسمه لي بص هنا دايرة زي بينا لك دايرة مخبرة ما هي القطاع هنا واخدها القطاع واخدها هنا اه وزهرة معا هي عملية ستايل بس غالباً يعني بص الدايرة اللي زهرت دي دي شبكة لو أنه قاله بايب ستايل بص هنا في القطاع دا هي عمودية عليه خلينا التانية عمودية على اللي من تبقى أرضه على المسار يعني التانية دي احنا خليناها عمودية عليها والصيز 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 والله هي بص انا اعتقد هي حاجة في الستايل على فكرة ان احنا مداما عدلنا كده اتبقى حاجة في الستايل طب احسس لك كده بعدت يرسال على الخاص في المتاعه ابحس لك عنا وبقول لك عليها عطر طيب ماشي ماشي ربنا بارك فيك عمدس الله يبارك فيك عمدس سؤال تاني بس بالنسبة للمناهل اللي هو شغل دلوقتي هو حاكمني بحاجات معينة اصلا في النيتورك اللي هي كلها دايميتر يعني كلها اقطار طب انا دلوقتي مثلا عندي مناهل مربعة هل ممكن اعمل حاجة كده تنبليتس معينة اقدر بنرسم بيها المناهل المربعة وانا كده كده اصلا في مناهل مربعة اردي في الشبكات هل اقدر اتحكم في الابعاد بتاعتها اغير ابعادها اغير ابعادها شبكات على سبيل المثال دي ولو جينا احنا هنا هتلاقي في عاجات مربعة هنا هستمينيه كده او ده كده حاجة مربعة او كده مجرد ما انت بتنزلها اللي هو الريكتنجلور اتخذ ده اللي احنا فتحناه هنا بيتيجي الصيزات الويد الطول والعرض هنا أعطي لك مجموعة حاجات لو مش موجودة أصولي لو المقاس اللي أنت عايزه مش موجود هنا أدخل على درس بتاع اسمه خيارات متقدمة درس رقم تقريبا 52 حلو كده الدرس ده أنا عامل فيه بحيث لو الحاجة بتاعتك مش موجودة كأنواع مثلا فرضا يعني في دلوقتي جي أر بي أنواع تانية من البايبس مش موجودة في البرنامج أنت ممكن تعمل النوع ده ونفس الشيء الحاجة لو مقاساتها مش موجودة ممكن برضو تعمل مقاسات جديدة ولكن هو مبدئيا أن ده في حاجة مربعة وفيها مثلا بيبتدي من متر ونص لغاية أربعة متر إنت عايز حاجة ستة متر ولا بتاع يبقى تخش زي ما أمتلك على الدرس ده أكيد إن شاء الله عدتعي فيها التفصيلة دي إن أنت تزود مقاسات جديدة أو تزود أنواع جديدة اسمه درس إخيارات متقدمة بالنسبة لامتحان السمر يعني امتحان كان سؤال وقته قد إيه بص هو مبدئيا أنا كنت عملت الموضوع ده وقت أملي كده في فيديو قديمة عندي سوري في تلات فيديوهات قديمة وفيها تفاصيل برضو لو حبيت تعرف تفاصيل مبدئية عن الموضوع طبعا لو في كورس جاي من الموضوع ده لحبيت يعني تشترك فيه شو شكرا أبو بلاش دلوقتي لعزا وعدا دي شام فوزي بسم الله إذا أنا وصلت 40 ألف مشترك بسم الله رجاء الله بص يا سيدي عد نزل في نفس القناة أتلاقي حاجة اسمها أوتو ديسك هاي شايفة؟ أوتو ديسك دي أنا متكلم على الامتحان بييجي ازاي وشكله هو ما مدين يعني هو الامتحان عبارة عن بس طبعا الكلام ده كان قديم دلوقتي في نوعين من الامتحانات ولكن الامتحان العادي بتاعنا ده 35 سؤال بييجي في البرنامج ككل كل الموضوعات وطريقة الترسلة هو حوالي 35 سؤال في ساعتين بيبقى كم نظري؟ بيبقى 3 بس نظري والباقي كله عملي تمام كده؟ وفيه تحديث الأحسن اللي هو الكورس التحديد ده تمام كده؟ أنا شرح فيه طبعا أنا عامل كورسات عن التحديد نفسها ولكن جايب لك جزء برضه من الامتحان ازاي السؤال مثلا على سبيل المسال نفتحينا ده شكل السؤال بتاع الامتحان بيجي كده مثلا لحظة واحدة حاجة شبه كده بس بيجي لكده بقى مثلا افتح اللوحة الفلانية اعمل الخطوات 1 2 3 4 وفي الآخر خالص اعمل مسلا اي دي للنقطة الفلانية وهتلي الاست والنورس بتاعت المنطقة دي بتكتبله الاست والنورس كما هي بتاخدها كوبي وتحتاله باست وما إلى زر واخبرك أنا شرحت الكلام ده اقوله في الثلاث دول اللي هم حاجة اسمها وتو ديسك تحت كده ماشي؟ هو اللي بتحام بيجيب كل مشروع؟ لو حد دخل بالطرق بس هيخش يزبط يعني لازم لاحي تركز على كل الوايبس والفيتشار والسيرفي وكل اخرج تسيب موضوع او اتنين زي بس الموضوع بيكون مثلا يعني مثلا النيتورك ممكن تسيبها يعني بيجي فيها سؤال واحد بس فممكن تسيبها مفيش مشكلة الاتشورتكات ممكن تسيبها لانه هو سؤال واحد بس لكن ما نفعش بسلا تسيب السيرفي لانه فيه السيرفي لها ثلاث مسلا اسئلة محددين انت المفروض هو المتحان خمسة وثلاثين سؤال انت بتحل حوالي ثمانية وعشرين عشان تنجح اقل من جدع تسيبت فلو انت سبت خمس وضوعات او خمس اسئلة مش هتحلهم يبقى انت بتتكلم في ثلاثين يعني انت لو غلطت في سؤالين ثلاثة انت ساعت فانت بتاخد الموضوعات اللي فيها سؤال واحد وتلغيها من حساباتك الفيتشار لان اساسي برضو في الجريدينج ثلاث اسئلة الجريدينج ثلاث اسئلة السيرفي ثلاث اسئلة البارسلز ثلاث اسئلة اتلاقي كلام ده كله موجود لحظة واحدة كده لحظة واحدة واحد ان هو يشترك في كورس بتاع حضرتك ان شاء الله بس لبا يتمكن شوية لما يتمكن بس يعني انا مستني ان انا اتمكن حتى بس معلوقات كورس السيرفي عشان يعني اللاحد يبقى خلص واصل لمرحالك وايسا وبعد كده اخد الكورس ولكن افضل والله للناس يعني عشان بس اي فكه كلها الواحد لما دخل في الاول خالص كان بالنسبة له الامور تيه بس اندسة قبل اما الواحد ياخد الخطوة ده مش لازم يبقى يعني متمكن في حاجات معينة بنسبة كبيرة حتى في السيرفي ده مثلا بس على سبيل المسال في الكورس انا جايب الثلاث السيرة اللي بيكوا في الامتعان هي الفكرة في كده اللي انت هم سابتين؟ نفس الفكرة بتاعتهم نفس المبدع بتاعه هم راحو فين فول كورس الفايلز تب ايه اصعب قسمة في الامتعان عند اسم؟ كلهم شعب بعض انت على حسب انت متمكن ايه وش متمكن من ايه بس يعني البيب مثلا ما اشتغلناش فيها خالص نقول لك البيب بيجي سؤال واحد ما تذكرهوش اهي دي الموضوعات في الستايلز بيجي لك سؤالين line and curve سؤالين points ثلاث اسئلة surface ستة اسئلة universal 3 alignment 2 profile corridor فمسلا على سبيل المثال او انت دخلت بالطرق بس يبقى انت كده مش هتاخد network راح منك هدى كده واحد واثنين اهم ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسحة يبقى انت هتخش تسقط على اطول ناخد بالك survey ثلاثة هما بنت هتها standard بيجوا حتى انا كنت شرح منهم واحد او اثنين plan production اثنين يعني انت ممكن تسقطهم على سبيل المثال pipe network managing and sharing data وال blender production ده كده اقصى حاجة تقدر ساعتهم انت كده تاخد بواحد وثلاثين بس لازم تحل تمانية عشرين منهم صح ال blender production اظن سهلا ده سهلا ايه سهلا ان شاء الله انت جربها مرة واثنين متى عن مدى انا هو بص احنا طبعا في الموقع عندي عامل options كتيرة ممكن فيه متحانات تدريبية لو انت عايز تخش تشوف متحان تدريبي بتاع وكده كده اللي متحان اللي هنزله مع الكورس هايبقى فيها بس اللي بتاع الكورس دوت هنزله لكم هايبقى في الحاجة اللي انا شرحتها بس في الكورس مش بايت الحاجات كلها بس حضرتك تنصح بلا ولسه في حاجات مثلا بنتعلمها او كده واللي عادي ممكن ناخده الوقتي وانا بتاعجبه براكة يعني البتاع مفتوء قل معي الكورس موجود يعني موجودة ها 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 ما ها 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 شكرا للمشاهدة